موسيقى سلام ون من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدنا الكرام إنما تكون هذه حلقة جديدة من برنامج وينت معا نلتقي لنرى ما جديد مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى جديد التكنولوجيا وأخبار العلوم وأيضا علم الفضاء وكل مجالات التقنية حقيقة اليوم هو الرابع والعشرين من أغسطس أو اليوم هو الرابع والعشرون من أغسطس هذا اليوم التاريخي يوم الذي تأسس فيه أول الأحزاب اليمنية في الشمال القائم بذاته كيان مستقل عن أي مشاريع إقليمية هذا الحزب الذي كان ميثاقه الوطني صاغته أياد يمنية خالصة هذا الحزب الذي لم يستورد أدبياته ولم يستورد المفاهيم خارجية لم يدر في ذلك الحين في فلك الشرق ولا أيضا لم يكن تابعا لفلك الغرب كان يمنيا خالصا وكذلك هو ميثاقه الوطني وكذلك هم كل أتباعه وقواعده وأيضا من أسسوه رحم الله الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وهذه الذكرة هي الأولى التي تحل علينا بعد استشهاده وهو يناضل عن قيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة التي قال عنها أنها لن يتراجع عنها قيد أنملة ولن يتراجع أيضا الشعب عنها أبدا مهما كانت التضحيات لا يمكن القبول بعودة الإمامة المتخلفة الرجعية ولا يمكن أن تعود عجلة التاريخ إلى الخلف هذا الحزب الرائد اليوم الكثير من أبنائه والكثير من من ينتمون إليها من ينتمون إلى هذا الحزب المؤتمر الشعبي العام حزب الوسطية والاعتدال هم اليوم أكثر فخرا لأنهم يجدون أنفسهم أنهم الأكثر قدرة على المضي بالبلاد إلى بر الأمان أيضا إقليميا رأى العالم بأسره أن هذا الحزب هو الحزب الأمثل أيضا للنهوض باليمن بعيدا عن مشاريع الإسلام السياسي تلك المشاريع التي ليست لها صلاح حقيقية بالإسلام بقدر ما تشوه الإسلام وتستخدم المنبر والمسجد والجامع من أجل الوصول إلى أهداف سياسية لا أقل ولا أكثر عموما أولى التغريدات ليومنا هذا حول هذا الموضوع الدكتور أبو بكر القربي نحتفل بمرور 36 عاما على تأسيس المؤتمر معتزين بمسيرة الإنجازات العظيمة التي حققها أما الأخطاء والفساد الذي يتهمنا به خصومنا فأينهم من فساد اليوم ونهب الأموال وإراق الدماء الأبرياء مهما قال خصوم المؤتمر لنثق بأننا النموذج الوطني الأفضل والأقوى وسنظل كذلك بميثاقنا وموقفنا وقيمنا قيم المؤتمر الشعبي العام أصبحت جلية وواضحة اليوم وأبناء كل اليمن والشعب اليمني أصبح مدركا لذلك أصبح مدركا أن أولئك الذين طاعنوا في المؤتمر الشعبي العام واتهموه بالفساد واتهموه بكل ما يمكن أن يتهم به اكتشف لليمنيين اليوم أنها لم تكن إلا مزايدات ولم تكن إلا هرطقات فقط كان الهدف منها هي التكسب السياسي لا أقل ولا أكثر كل أولئك الذين خرجوا في العام 2011 ومن تلاهم في 2014 أثبتوا فشلهم في قيادة اليمن وأثبتوا أنهم أسوأ حالا من أي أخطار ربما ارتكبت خلال زمن حكم المؤتمر الشعبي العام هذا الحزب الرائد الذي اختاره أبناء البلد وظل يفوز بالأغلبية في كل محطة انتخابية في كل محطة حرية وديمقراطية وانتخابية وصنطوق اقتراع ظل كان هو متصدرا ويفوز منذ العام 1993 إلى 2006 آخر المحطات الانتخابية مع كل تلك المحطات كان دائما هو المتسيد حتى الانتخابات النيابية التي كانت من المقرر لها أن تكون في العام 2009 والتي عرقلتها مشاريع النهب ومشاريع تخلف ومشاريع التي تدرك أن ليس لها قبول في المجتمع عرقلتها في العام 2009 ثم انتهزت فرصة رياح ما أسمي بالربيع العربي لكي تنقض على الديمقراطية ووصل بها الحال في ذلك العهد أن تزيف الحقائق وتوعد بأحلام ربما كانت فقط لأحلام وردية لجذب الشباب إلى ساحات التغيير التي أسموها ولم تكن تلك إلا كذبة لا أقل ولا أكثر فتحي بالنزرك في منشور له على فيسبوك معلقا على ما قاله الصعتر الذي كان هو أحد القيادات لحزب الإصلاح التنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن وما قاله عن فساد علي عبدالله صالح وما إلى ذلك أين ذلك من اليوم نتابع أو نقرأ سويا هذا المنشور من صفحة فتحي بالنزرك إرحل قالها صعتر قبل ثمان سنوات من اليوم مخاطبا صالح واعدا اليمنيين بعهد جديد قالها صعتر فتعالوا نرى ما الذي تحقق من كل ذلك قال صعتر إن صالح يكذب وأنه الصادق تعالوا لنرى من كان الكاذب صالح أم صعتر قال صعتر إرحل ترحل معك المجاعة وبعد ثمان سنوات لم ترحل أي مجاعة صار الشعب أكثر جوعا قال صعتر إرحل ترحل معك الرشوة غرقت البلاد في كل مظاهر الرشوة قال صعتر إرحل يعود اليمنيون إلى بلادهم نعم عادوا مهانين مذلين وغادرة الحكومة وغادر صعتر ليعيش في أفخم القصور قال صعتر إرحل يرحل معك الظلم رحل صالح فقدم إلينا ألف ظالم وظالم قال صعتر إرحل تعود لليمن كرمته رحل صالح فلم تعود لليمن أي كرمه قال صعتر إرحل تحل قضية الجنوب وصعده لم تحل أي قضية بل غرقت البلاد في ألف قضية وقضية وعد صعتر الناس بمستقبل مشرق لكن الناس لم يروا إلا ليل حالك أسود بعد ثماني سنوات مؤلم أن هناك في اليمن من يظن أن هؤلاء ممكن لهم أن يقودوه إلى بر الأمان من دمر اليمن وهي قائمة على أرجلها ونكسها وأسقطها لن يكون سببها اليوم في خروجها من محنتها ثقوا بذلك تبا لهم يوم دمروا اليمن بثورتهم وتبا لهم اليوم وغدا هؤلاء هم من دمر اليمن وهؤلاء يجب أن يحاسبوه يجمع الكثير من الصحفيين والإعلاميين وأيضا الكثير من المراقبين للشأن اليمني والمهتمين به وأيضا أبناء اليمن ككل أنها كانت من أكبر الخطايا التي ارتكبت في حق الشعب اليمني وفي تاريخ اليمن هي ما أسميت نكبة فبراير هذه النكبة التي للأسف الشديد أخرجتنا من المسار الديمقراطي والمساء ونهج الشوروي الذي كنا عليه إلى مربعات الفوضى ومربعات الخراب والدمار وما نشهده اليوم وكل قطر الدم بكل تأكيد أنها في أعناق أولئك الذين وعدوا كذبا وعدوا اليمنين كذبا وزورا قالوا بأن المرتبات ستزداد للأسف الشديد اليوم تنقطع المرتبات لسنين أين أولئك الآن؟ لماذا لم يواجهوا؟ لماذا لم يعودوا إلى الساحات ويتظاهرون وما إلى ذلك؟ لماذا فروا إلى تلك القصور؟ وليس الأجدى بهم أن يدافعوا عن ما ابتدأوه في 2011 كانوا مجرد عصابة لا أقل ولا أكثر خرجت لقطع الطرق وانتهازية تحاول انتهازة كل الأحداث للوصول إلى السلطة أحمد في منشور له عن المؤتمر الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي يدافع عن الثوابت الوطنية وفي المقدم النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية إضافة إلى أنه يمثل امتداد للحركة الوطنية وثورة سبتمبر وأكتوبر ولا يمكن أن يتحول إلى عكفي يدافع عن من يحلم بعودة الإمامة للأسف الشديد هذه العصابة هي الأخرى كانت شريك الإخوان في ساحات التغيير التي أسمونها واليوم هاهم ربما يختلفون على ما كانوا خططوا له سويا في 2011 ووصل الأمر إلى ما وصلت إليه البلاد هذا اليوم هذه الميليشيات أيضا تمارس أبشع ما يمكن ممارسته في حق اليمنين الآن تبيع ممتلكاته وأيضا تحاول الاستفادة القصوى من كل شيء ممكن أن يباع عبد الرحمن صالح معزب البرلماني على صفحته أو تغريدة له على تويتر قائلا أنباء عن بيع المسالخ المركزية بيع محطة حزيز الكهربائية إحراق إرشيف وزارة الأوقاف شرق 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 والثقو للأجيال أيضا حسين شاجرة يتحدث عن نفس الموضوع وأن ميليشيات الكهنوت تبيع الآن المؤسسات الحكومية وتحرق وثائق هامة تتبع وزارة الأوقاف هذه الوثائق التي هي مهمة للغاية ربما هناك كثير من الأراضي التي يتابع الأوقاف سيتم مصادرتها من قبل هذه الميليشيات وهذا في حد ذاته خطر للغاية واستهتار بالأوقاف واستهتار بالأموال العامة حسين شاجرة قائلان ميليشيات الكهنوت قامت ببيع محطة كهرباح زيز للوزي بدراهم معدودات الميليشيات الحوثية ليس فقط مشروعها القضاء على كل مظاهر الدولة وأيضا مصادرت كل الأموال العامة بل حتى أصبحت تستنزف البشر تستنزف أبناء القبائل ترسلهم إلى المقابر إلى جبهات القتال فيعود صورا لا أقل ولا أكثر هناك أيضا صورة تناقلها المرشدون على مواقع التواصل الاجتماعي وغرد عليها الكثير عادل اليافعي مرفقا تغريدته بهذه الصورة الصورة الأولى أب مع أطفاله في أول عيد بداية سيطرة الحوثة وتدميرهم منظومة الحكم والثانية بعد أن قدمهم قرابين للحوثي ولم يبقى له إلا هذا الرضيع وهو سائر إلى مصير إخوته ماذا حدث في اليمن يا عالم حسبي الله ونعم الوكيل طبعا صورة التي تظهر أمامكم الآن هي صورة لأب كان مع أبنائه قبل أربع سنوات في الصورة الثانية كما ناقله الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلفه صور أبنائه وقد قدمهم قرابين للحوثي أيضا محمد عفاش معلقا على هذه الصورة قبل عام منجزات الحوثي قبل عام تصور هذا الرجل مع أربع من أولاده بينما هذا العام صورة مع آخر أولاده ومن تبقى له بينما ذهب البقية في حرب الحوثي التي أهلكت الحرث والنسلة الحوثي يقتل أطفالنا أيضا أحمد هزى على نفس الصورة معلقا نكبة اليمن بالحوثي تلخصها هذه الصورة الصورة الأولى في أضحى العام الماضي والثانية هذا العام نفس العدد لكن ثلاثة من أطفاله في الصورة الأولى أصبحوا على الجدار في الصورة الثانية وهذه منجزات الحوثي مأساة الحوثي لا تكمن فقط في تجنيد الأطفال وإن كانت تجنيد الأطفال هي محرمة دوليا تحرمها كل الشرائع والمواثيق الدولية لأنها في حد ذاتها الطفل لا يزال غير مدرك وغير واعي يتم غسل دماغه ثم يزج به في جبهات القتال لكن هذه ليست المأساة الوحيدة على الرغم من أن اليونسيف كانت قد وثقت أن هناك 2400 حالة تجنيد لأطفال جبريا تم إرسالهم جبرا لم يكن حتى برضاهم لكن هذه المأساة ليست الوحيدة أيضا هناك مأساة أخرى وهي قطع الخطوط العامة خطوط الأسفلت وحفر الخنادق التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وما يذهب فيها من ضحايا في الطرق السريعة خاصة في الطرق التي تربط بين المديريات آخر أولئك الضحايا هذه الحفريات في طريق المنصورية بيت الفقي نتابع سويا هذه الصور لهذه الديينة التي وقعت في حفرة من حفر ميليشيات الحوثي وكما تشاهدون هذه الحفرية التي تم وهذا الخندق الذي تم حفره وسط الطريق مباشرة إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج واي نت حتى الملتقى في حلقة الغد في أمان الله وحفظه ورعايته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر